إلى مقبرة الشهداء في مخيم عقبة جبر في آريحة بالضفة الغربية شيع الفتى محمد نجوم الذي استشهد مع شاب آخر في اقتحام جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي وفي التفاصيل قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعات الفجر الأولى المخيم لاعتقال أحد الشبان ما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة مع الأهالي أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط في محيط ومداخل بلدة يعبد شمالية الضفة الغربية بينما أعلن جيش الاحتلال تعرض موقع عسكري تابع له غرب بلدة يعبد لإطلاق نار دون وقوع إصابات أو أضرر وتشن إسرائيل اقتحامات ليلية شبهة يومية في الضفة الغربية ما أسفر عن تأجيج التوترات في المنطقة وارتفاع أعداد الشهداء وقد اشتد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى مستويات قياسية حيث استشهد نحو مئتي فلسطيني بنيران إسرائيلية منذ بداية العام الحالي بينما تشهد المنطقة غارات متكررة لجيش الاحتلال واعتداءات للمستوطنين على المدن والبلدات الفلسطينية بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني الذي يلقى دعماً واسعاً من الحكومة الإسرائيلية المؤلفة من أحزاب يمينية متطرفة سناء المهداوي تيرات عربي